وهيومن رايتس واتش نفسها نطقت وقالت أنه قطع الاتصالات عن غزة قد يخفي جرائم حرب قد يخفي مجازر جماعية نحن لا نعرف ماذا حدث في غزة بالأمس تحت القصف الذي دك الأرض احنا كنا مرعوبين من صوت القصف بنشوفه على التلفزيون فما بالك بمن يعيشونه كل يوم لو انتوا حاسين يعني اللي كانوا في طابة أو اللي مثلا كانوا في نوابة الرعب من صوت قصف فما بالك بقى بيقطع الاتصالات بشكل تأتام وصوت القصف المستمر خلونا نشوف هذه اللقطات لفلسطيني يكتب رثاءا على ابنته وزوجته على أكفانهما اشتركوا في القناة تسليل مخمور مين أبعا؟ تسليل مخمور تسليل أبعا مين يا الله؟ قولك هل نفسه شوفك وعدل لتنا يا أمرنا يا ربنا يا أبعا سميها سميها يا ربنا مسك يا أبعا مسك يا ربنا مخمور جهاد جاسم جهاد جاسم مشاهد دي بقينا بنشوفها كل يوم وكأن العالم اعتادة على مشاهد القتل ومشاهد الحزن ومشاهد الوجع أبعا أبعا وقالك